خروج انا القانون.. خرما في غريقك وصايخولي هين؟ ثلاثة، اثنين هتوب ثلاثة اشتي اللي حدا بلاتك مد الحافك على قدرج ليه كيف حوتتني بالحال؟ لا انا قوي كتير يصبون لدينا جيت منو اربح بكل شي عمنا ببرنامج كوت كي اهلا وسهلا بك يا بيت مرحبة انت أعطتيني الشرط ان ماقط لأ فيك بس انا ما بعرف سلم على احدا بدون نظر أهلا وسهلا أهلين فيك بنبلش أنا أنت بأول لعبة اللعبة عبارة عن حزورة بيسم ممثل على هالورقة أنت بدك تحزره فيه من خلال عشر أسئلة أنت بدك تطرحون علي يعني أنا بدي أطرح عشر أسئلة فقط قولي طب اللعب الكلشي هو من جيلي كبير أكبر ولا أصغر هات سؤال لا سؤال واحد هو هذا سؤال واحد إنه هو من جيلي أكبر أصغر هذا سؤال مو ثلاث أسئلة أكبر من شوي خريج معهد عالي فنو مسرحية أو هو من الموهوبين يلي دخروا الوساط الفني بدون خريج معهد عالي وبطل أول بيأخذ بطولة أولى بالمسلسل بيأخذ بطولة أولى صدنا بسؤال الرابق أين ثلاثة اتنين هذول بكترون اتنين خريج وبطل أول وبحمرو هاي ثلاثة هلا أصدنا بالرابق طيح آخر بطولة عملها بسوريا أو بلبنان بلبنان آخر بطولة إذا بطولة أولى وبلبنان وآخر رابق قصيخولي 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 هاي باربع أسئلة اتكثرتني هاي بأول لعبة انت ربحت علي هلا بنا ننتقل للعبة طبعا بس أنا مش عن يعني بعيدا لحفظ الألقاب يعني هو النجم العربي قصيخولي قصيخولي هلا بنا ننتقل للعبة اللي هي عبارة عن أمثال ننشوف شو رأيات فيها أو أطوار دناولة مأسورة أوك أكوال مأسورة يلا يلا الصراحة ما فيها مستحة هذا الموضوع له اعتبارات يعني دايما الصراحة حلوة الصراحة لكن فيه لباقة بالموضوع بدي يكون فيه زوء أحيانا الصراحة الزائدة بتكون اتيكيت ما فيها زولة هي ببعد عنه بحاول تكون صريح بما يليق مع مستقبلات الشخص المقابل يعني ما يليق مع أدابه وأخلاقه وأدابي وأخلاقي ضمن إطار الصراحة بس ضمن منظومة الأدب والأخلاق الإيد اللي ما بتقدر عليها بوسه وإدي عليها بالكسر لا 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 أنا ماني يعني هذا المثل كبيري كثير ضد لا كبيري طبعا لا لا ماني هذا المثل أنا ماني معه أنا ما بعتبره من الأقوال مأسورة أنا بحب الأمثال كثير وبتأثر فيه وبعتبرها غالبية صح لكنها ده المثل أنا ماني معه لا أنا مع المواجهة ومع تخيل يعني مع المواجهة ومع الخسارة قبل الربح مو بالضرورة كنكون منتصر أنا بواجه وبغسار أحسن ما أني أنا أضعاف وأقبل وبوس إيد وودي عليها بالكسر لا لا ماني معه هذا المثل أبدا مد الحافك على أدرج ليك تنسب من الناس اللي بتصرف أوك أوك مثل بيأخذ العائل تماما هذا مثل منطقي جدا 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 أنا برأي أنه قانون بالنسبة لألي هو قانون يعني أنت ضد الناس اللي بتصرف أكتر ممكن أنه تاخد حياة أوك لا أنا قلت لك قانون دلالة قانون أنه خروج عن هذا المثل خروج عن القانون الخروج عن القانون هو خارج المسار مد الحافك على أدرج ليك إذا أنا بدي أطلب من صديقي طلب بدي يكون أنا أدئني أنا ردوا ليها بأي لحظة هو بيحتاجني فيها فبالتالي إذا أنا بدي عيش أكتر من الحاف تبعي بدي يكتر طلباتي فبالتالي بدي تخفو عشباتي وكمان بالمصروف إذا بدي يكتر طلباتي الوارد أقل بدي يكتر علي يدين بدي شخص غير مرغوب فيه فأنا هابعتبر هذا المثل قانوني يلي يستحوا ماتوا أنت معي يستحوا وضلوا بالحمام ولا يلي طرعوا وغليس الحياة دفعتهم لأنه يطلعوا ونفدوا بحياتهم مع مين أنت؟ مثل عظيم جدا مثل عظيم له أبعاد فلسفية له أبعاد اجتماعية عميقة جدا 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 أنا بيرأي أنه أنا أقلب كثير من أنه أنا جاوب على هذا السؤال على هذا المثل أنه هذا المثل كثير عظيم وهي الموضوع موضوع مبدأ يعني أنت ما بتعطي لا هون ولا هون الله يحطنا بهذا الموقف مساء هلأ بنروح أنا وأنت لللعبة الساعة هي عبارة عن ثلاث أخص إياهون عنك نعم قصص صغيرة أثنين منهم الحقيقيين والثالثة هي كذبة عليك بدي شوف أنا بكشوف الكذبة ولا أنت قادر أنت تخضعني وتتورجيني أنه الحقيقة كذبة أوكي حلوة حلوة اللعبة أنا كمان بتجو على لفترتي أنا كمان يالا نشوف أحكي يالا أولا الصراح قالك أنه أنا متزوج عندي طفل عمره سنة واحدة الثاني قصب لك أنه أنا متزوج من خمس سنوات الثالثة وحدة بقل لك أنه أنا فاتح سلمان خريج المعهد العالي للفنون مسرحية حسنا نشوف أنا وحدة بيناتهم خرطة لا تقشر لحدها بلا تقشر لحدها هي أول وحدة متزوج وعندك ولادة ثانية من خمس سنين ثانية مزوج من خمس سنين الثالثة هي خريج معهد عالي فنون مسرحية ثانية بظل ما من خمس سنين أنت نتزوج الآن أنا أعطيتك الثلاثة أجوب خطاء من شاي خليك تجاوبي صح لانتكوني أنت ربحانة لله ده أنا قوي كتير يصبوني لنجت منه أربح بكل شي حقاяни هلأ نروح أنا وأنت لرابع لعبة والأخيرة قول يا رف عندي أنا مجموعة من الأغاني إنت بدك تقلي لما أنت بتقلي استوب که وكي شوف شو أخصت الاغنية وانا بسألك سؤال من وفي هخت갔 إن شاء اللى ما تطلعني غنية إجنبية لأنه أنا بالانجليز الصفر بالأغاني كن أغني عجنبية كلها صفر استوب دوب تسمع لك أغاني؟ والله هلأ الأغاني المصرية طبعاً علينا وعلى رأس يعني بس أنا لا أماني من سميعة الأغاني السريعة كتير بس هلأ المجديد يعني فيه يمكن مطلب أحمد سعدش أنا بيسمع له سمع نوطر هدنية ما رأى على رأسك؟ ما رأى علي بس مو يعني ما كتير بعرفها هلأ السؤال هو القرارات اللي انت تتغذى بحياتك هل أغلبك قرارات صحيحة أمدوءة انت تتغذى قراراتك؟ هلأ شوفي لك هذا السؤال يطول جوابه موضوع القرارات دائماً له علاقة بتجربة الحياة له علاقة بالعمر، له علاقة بالشيء، له علاقة بخبرات الحياة طبعاً لما كنا بعمر مراحقة كانوا يساعدون أهلين ابتخاذ القرارات لما فتنا على المعاهد وتخرجنا، فهذا قرارات شخصية بالبداية الواحد بياخدوا الحماس بعدين مرة تصيب، مرة تخيب، يوقع بمطبات بحيث حاله أخذ قرارات خاطئة، بيرجع بيعدلها بمرحلة عمرية أخرى هلأ أنا بيرأي المرحلة العمرية اللي أنا فيها القرارات فيها هادئة، مرحلة هي صائبة لكن هي هادئة، يعني تتخذ بهدوء بحيث انه ما يكون فيها ضجيج حتى إذا كانت خاطئة ما تعمل ضجيج كان في عندي أمور التخصة صحيحة، وفي أمور كثير خاطئة بندم عليها، لكن بقول له نصيب آخر شيء فاتح شكراً لأنك أنت كنت اليوم معانا كثير، أنا انبسطت فيك وألطاق اللي هون من الليتا أهلو، سهلة فيك، وأنا شرف فيكم شكراً جزيلاً لكل الكاثنجل معنا، يعطيكم العافية اشتركوا في القناة